من عجائب الدعاء والتوكل هكذا نزل المطر بعد انقطاع قال الأصمعي نزلت بحي من كلب مجدبين قد توالت عليهم السنون فماتت المواشي ومنعت الأرض نباتها وأمسكت السماء قطرها فجعلت أنظر إلى السحابة ترتفع من ناحية القبلة سوداء متقاربة حتى تطبق الأرض فيتشوف لها أهل الحي ويرفعون أصواتهم بالتكبير ثم يعدلها الله عنهم مرارا أي لا يسقط عليهم الماء فلما كثر ذلك خرجت عجوز منهم فعلت نشزا أي مرتفع من الأرض ثم نادت بأعلى صوتها يا ذا العرش اصنع كيف شئت فإن أرزاقنا عليك فما نزلت من موضعها حتى تغيمت السماء غيما شديدا وأمطر مطرا كاد أن يغرقهم وأنا حاضر قال الأصنعي قحط الناس بالمدينة في سنة من خلافة عمر بن الخطاب فخرج بهم مستسقيا فكان أكثر قوله الاستغفار فقيل له يا أمير المؤمنين لو دعوت فقال أما سمعتم قوله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا شكرا